وقبل مغادرته المملكة زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وكان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات وقائد سلاح الجو الملكي ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة وقد اجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية وأطمأن القائد الأعلى على مستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة